اشتركوا في القناة سينة الثانية حياكم وبياكم وحلقة جديدة من برنامج المواهب الحسينية أطوار ومقامات حسينية وكما عودناكم في كل حلقة لدينا رواديد من الشباب الأصوات الحسينية الولائية المظلومة إعلاميا هذه الليلة حلقة تختلف عن باقي الحلقات العاصمة بغداد والرواديد ما شاء الله الأصوات جدا جميلة يبقى دعمكم وتصويتكم من خلال رابط اليوتيوب سوية إن شاء الله نزور سيد مولاي الحسين وسيد مولاي قمر العشيرة وكل شخص قلدنا الدعاء والزيارة هذه الليلة اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بدلوا مهجهم دون الحسين ورحمة الله وبركاته السلام على باب الحسين وبطل الكفين ساقي عطاشا كربلا وحامل اللواء وكافل الحوراء أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اللهم صل على محمد وآل بيت محمد الطيبين الطاهرين حياكم وبياكم كل الخدمة من الشعراء والرواديد ذواق أبو المجلس أبو حسيني يحياكم الله وحلقة جديدة من أطوار ومقامات وهذه الحلقة إن شاء الله إلى شباب من بغداد العاصمة الحبيبة رواديد يمتلكون خامة صوتية جميلة لكن الإعلام ظالم بعض الشيء لكن الكل يخدم الحسين بطريقة الخاصة ما أطيل في كلامي هذه الليلة الرحب بخدمة الحسين خادم الإمام الحسين أصام المحمد داوي واجواد الكناني ومحمد الأحمد داوي والسيد محسن الصافي حياكم وبياكم في مجموعة قنوات الإمام الحسين ومشاهدين البرنامج وتعرفون آلية البرنامج بداية كل رادود يقرأنا طريقة النعي بطريقة الخاصة لك القراءة يا المحمد داوي الله يحفظك إن شاء الله ظلع لي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ظلع لي الترب والدنيا ظلم ما ظلع لي الترب والدنيا ما ظلع لي يكو من حر الشمس محاك ظل الياكي والله ومن حر الشمس محاك ظلع لي ظلع لي يكو يا الخيل ما خل ظلع الله يا أخو يا الخيل ما خل ما خل ظلع لي يكو صدرك طبقا شوية ويلاء يا أخو أخو صدرك طبقا يا أخو يا أخو يا أخو يا أخو لا بدي إلى خادم الحسين رعا بالتشريح ما شاء الله ما شاء الله جميل ملي خلي لا غضبا بيدك لكونك انت بعد أستاذ في قراءة القرآن وأستاذ في المقامات يا ريت انه اتحرر اللي قرأته يعني اي مقام نعم مقام الحجاز والحجاز تركي عرجت علي نعم وشوي اخذت من العلواني العلواني بالماء شوف حتى المخرج يقول حتى تكون واضحة سمعت ابو يا المشاهدين نعم اشقال كانت حجاز نعم في مقام الحجاز جميل الحجاز تركي ايضا عرجت حجاز تركي والعلواني والعلواني بعض الشيء اكو شي باعه سويته بس مرات اللي يقرأ ما ينتبه شينه سويته الصبي الصبي وهو فرع من النهاواند جميل جدا عاشت ايدك وان شاء الله الحلقة ما شاء الله من بدايتها حلقة متميزة وانتقل لجواد الكنان يا عزيزي ولك القراءة الله يحفظكم حزني على مدني يا مطويل وعيني على الأحباب تسيل أبكي أبكي إذا يومي فارقته فكيف فإذا صار البكاء طويل ويهلاي 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 آي ويهلاي آي نبغرو بظلية ونمطي ويهلاي ويهلاي آي ويهلاي عيني لعيني لعيني لو ما قدر تمشي ويهليه ويهليه مشوا وغيابهم طول علي يهليه مشوا وغيابهم طول علي لمن الابوذية؟ للشاعة من شاء الله رعاد الشريخ تحياتنا لرعاد الشريخي وتحياتنا لكل الشعرات طيبين جميل دخل بالبيات وختم البيات أخذ قليل غافل البيات فرع من البيات جميل جدا وعاشت ايدك وانتقل لمحمد الحميداوي حياك الله يا أخويا وقواك الله عالتعب كلكم قواكم الله عزك الله رفيهم وإلا في دور روح له 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 اشتركوا في القناة 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 حسين حسين يا هلاي وصلت الدارش يا هلاي الله اشتركوا في القناة 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 يا حالي يا حالي وتريد حسين كلها المغربية وتريد حسين كلها المغربية ما شاء الله جميل لمن الأبوذية إلى خادم زينب عليه السلام حميد الفهداوي تحياتنا لك ولي حميد الفهداوي وتحياتنا لكل الرواديد أهل بغداد ما شاء الله الصوت أجمل من صوت تحير لمن تسمع ما شاء الله هالليلة الحلقة جدا جميلة بالأصوات الجميلة البغدادية الحسينية وإلى عصام إلى محمد داوي ولك القراءة أبراحتك شي تريد تقرأ؟ تريد تأذن تريد تقرأ قراءة تريد تقرأ دعاة تريد تقرأ شور قعدة لطم أبراحتك بويا تصديد أي براحتك للشاعر محمد الجماسي تحياتنا لمحمد الجماسي وكل الشعرات طيبين يا الله ليلة ودا ليلة ألم باشور تطيح حتى تقيم باشور جثث عالغابر ألقاكم الله محمد وعلي وياكم باشور جثث عالغابر ألقاكم الله محمد وعلي وياكم يلتوا دعوني أذبلي بليلات سفركم تشني شمع ولا لا تعوفوني تخلصي عيوني بجفاكم دمعة 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 سعى الماء وخاذنا زيانا بويانا يصيحون وبناقتي يحدي الشمر وعلى الجثاث لما يمر وبناقتي يحدي الشمر وعلى الجثاث لما يمر أنزل وخض بوجه بيدماكم الله محمدي وعلي وياكم بشر جثاث على الغابرة ألقاكم الله محمدي وعلي وياكم جميل 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 عاشت ايدك وطابت انفاسك ومقامه صبا من المقامات الحزينة اللي بيه دمعة وجميل انه يختار هذا الكلام على هذا المقام لان الكلام يوافق الى المقام لكون المقام حزين زاك الله خرجه زايا اقول له جواد الكناني لك القراءة مستهل ونصيه يا عزيزي بعد خلص أنا فادي يوم من اليوم اي واحد يقرأ هنا اقولهم اي لحن مثلا حتى لو انت مطلع اللحن وعجب شخص من المشاهدين او من الروادين انه يقرأ هذا اللحن بس يذكر انه اللحن لفلان لعمار لمحمد لفلان زاكم الله خير الجزاء عاشت ايدك يلا مولا ان شاء الله نقرأ من تراث العمارة والنعم والنعم والله ريضي بن عاش والينا ويل شوف تتعنينا هذا النعاش نعشي حسين اي ابن امي وما يدعن ريضي بن عاش والينا ويل شوف تتعنينا هذا النعاش نعشي حسين اي ابن امي وما يدعن ريضي بن عاش والينا ويل شوف تتعني يا نعش ريض يا نعش يا نعش ريض يا نعش خذني ويا واني انت رايح يا نعش تانيني اختك ذيه لو بينا عاش هم تبراك دسمعي الصايح دقعيدي حاشيني غيري يا اخو يا اتير ضم حيره يا اخو يا اتير ضم حيره بيني اعداك والحيمي الطايح ويلهابو يا ديني اعداك ما تقعدت حاشيني اخلافك تأذينا ما تقعدت حاشيني اخلافك تأذينا هيا الحرام والاطفال مني لها ضم تشكي الحال هيا الحرام والاطفال مني لها ضم تشكي الحال ريض ابن عيام شوالي شاعر هبويا شاعر القصيدة شاعر ان شاء الله نجم عبداللامي الله يرحمه برحمته الواسعة ومقام السياقاء وهذا من تراث الاعمارة وجميل هذا التراث وعاشت ايدك محمد الاحمداوي لك القراءة يا عزيزي مستشوف هنا ترى ما اطول كلامي اريد اخذ القراءات اشبع منكم ايو الله اقراض القصيدة الى خادم الحسين تحسين الخفاج تحسين الخفاج تحسين الخفاج تحسين الخفاج تحسين الخفاج كل ظنينا من الغالي مذبوح ما حسر ماذبوح ما حسبالي كل ظنينا من الغالي ماذبوح ما حسبالي كل ظنينا مذبوح ما حسباني قمطي تعابد الله بيدي والدميع الخد يصور قمطي تعابد الله بيدي والدميع الخد يصور من يروحي وليد عني يبدشي لعاني القلوب من يروحي وليد مني يبدشي لعاني القلوب هستقيل للهوم يفيز وبني في كيون كانش حلاتي والسهم يا ناس غير لوني كانش حلاتي والسهم يا ناس غير لوني بدموعي ناغيته وبنحر شميته ابن وثمر دلالي مذبوح ما حسباني ابن وثمر دلالي مذبوح ما حسباني جميل جميل جدا احساس احساس والله ردنا بعد احنا بالاحساس بس ما ادري تنوم شوي بخيلة تروح تحسسنا وبعد تسحب روحك جميل الكرد مع قليل من البيات اخذ بس اكثر شي الكرد كان يعني معاك جدا جميل بآدائك والقصيدة وتحياتنا لك وللشاعر تحسين الخفاجي ولك القراءة الصافي وبراحتك بوي ربي حفظك ملاتي عم زيني كلا روح بحورنا كلا روح بحورنا يظلم تشيبي الخيار عم فييد واخل أروح عما فيد وخل روح لنبيه يشوى يروح عما زيناب عما زيناب عما زيناب عما زيناب عما خلني أروح نردشي مبمين حارة هاجتي لحسرات بي علي لوب لزمان سارة أخ جيم أخي لقلتك حق في المادر جدرت بي المصيد عقب سيد والقانطر عما فيد وما يجي عيوني ذب الهلبة عما فيد وما يجي عيوني ذب الهلبة شعبتي بصدري جروح لنبيه يشوى يروح عما زيناب عما زيناب عما زيناب مش شاعر داود طليبان الله جميل انتبهتوا لانتقالة ملّا محمد قراء الكرد محسن استلم كرد وكأنما متفقين على القراءات ما شاء الله جميل جداً جميل إحساسك وقراءتك والحلقة اليوم قلت هنّا دسمع بويه ملّا عصام ما شبعنا من الترلات والعربل والتصرفات وانت متمكن ايه والله لا والله انا اشوف عدكم امكانية جداً قوية واريد اظهرها للشاشة خلي الناس تشاهدكم امكانياتك واصوات حسينية محتاجة دعم دعمكم مو بشيء بالمشاركة بالتعليق هذا المقطع من تاخذ مقطع عصام الآن او محسن وتنشرب وتقول عمك ورادوت في بغداد هاي امكانيته شي صير يعني هذا لك بأجر وثاب صدقوني مو فقط المقدم والقناة لا اكو اكو ناس تشتغل خلف الكواليس هي افضل مني ومن كل الموجودين ازاكم الله خير الجزاء يا الله يا حبيبي افضل مني ومن كل الموجودين افضل مني ومن كل الموجودين يخوه يا لله افضل مني ومن كل الموجودين يطاحك اخو يطاحك مالخين مالخين رح تولقي الجسم مالخين رح..." لله ... مالخين 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 يا زينة بمال اخينا ايه اخينا ايه ايه بدون جفوف طاح على الوطي ايه 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 بدون جفوف طاح على الوطي بغير لون بغير لون البيت الثاني والعاط والعيه ما مات يا ابو يروح لعلي يرقي يا مولاتي والعامات يا ابو يا ابو يا ابو الروح لعليك والعات والعات أقوب ذبحك خيمنا بنار يا عشاء يا الله ذبحي خيمنا بنار والعايات والعاد أنا ركضت وصرت بين الجار ركضت صرت بين الجار والعاد والعاد يجر ترشيت هذا يعيد بداية أي ما شاء الله الله مصلى على محمد وعلى محمد والله يا جماعة الخير يعني من أن تسمع هيك إمكانيات الشباب حتى قلبك يحترق يحترق من باب أنه يعني أكثر الناس من يشاهدون ملة عصام ما حد يعروح عصام لكن ملة عصام ملة محمد محسين ملة الشباب يعني فقط جاي أقول فقط الإعلام الإعلام شوية له شوية يسلط له على إمكانيات والله عندنا إمكانيات جدا جميل يعني سوى أشياء عجيبة وغريبة طبعا نعم البيات ثم ألدش وأخذ أثر الكر ثم الصبا والغافل صبا وما شاء الله يعني وصوى حركة ما لحقت لأن جذبتني ما أعرف ما أعرف بين النهوان أو العجم أو الرسل أحسنت يعني لأن ما دمجتني الحركة جدا جميلة عاشت إيدك وطابت أنفاسك وردها أن استطعت أنا فرحان ما بها يتنافس يعني منافسة شريفة خدمة أصوات ولائية حسينية وبغداد بعد همتكم هاي الحلقة أريد أتفول من التعليق ومن المشاهدات ومن المشاركة لكل مكان إن شاء الله عاشت إيدك بوي غارة ملائكة العرش يحسين غارة ملائكة العرش يحسين غارة غارة ملائكة العرش يحسين ومن المشاركة العرش يحسين غارة والله علي غارة أنا عاليك بعام sweeping غارة 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 حسين حسين مولاي أبا عبد الله عليك بيوم خيل العدى غاريا نغاريا نوضمي وعيونك الحنوى أنا ضمي ضمي وعيونك الحنوى أنا غاريا نغاريا نغاريا بكثر ما دارا الشوبر قيم هي بكثر ما دارا الشوبر قيم تحياتنا لرعد ولك يا جواد دخل بالسيقاء ثم انتقل الصفاء وختمت بالبيات القفل دائما ختمون بالبيات جميل محمد خوية يلا يا بعد قلبي سمعونا خلونا شويا نسمع الناس المشاهدين من أكم كانياتك وإحساسك وآداء يا الله جارحني فارقاك نعم ما أقدر أنساك جارحني فارقاك ما أقدر أنساك يا حسين وياك ذبحوني أاراك ذبحوني أاراك بي حسرت آه وصلت حد لهاتي بي حسرت آه وصلت حد لهاتي ريتخذني الموت قابلك يا حياتي ريتخذني الموت قابلك يا حياتي ما أسولي فلك علي الحور قوعباتي خويا يحسي أن السبيش الامنياتي ما أسولي فلك علي الحور قوعباتي خويا يحسي أن السبيش الامنياتي ما شوني لي الشام حفاي لي جدام صحاتي لي تام منها تأذي ترحني فارقاك ما يقدر انساك يحسي أن وياك إذا تقدرون عن عاشة ايدك طابة انفاسك جميل القصيدة بيات والأثر الكرد السيد المخرج إذا بيها ما جاءت مددونا طلبونا من الشباب خمسة دقائق إذا بيها ما جاءت الله يحفظكم خدمتكم محسن الصافي يقول بقى أنه أربع دقائق لك القراءة السلام عليكم نعي يا الله أبو ينعان يا حسين 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 أه يبخي من النار يا ارد و يا اخويا حسين ما شاء الله مطغي من النار جم كافير و يا نيل العليل الوحد ضل حير و يا ابو و لا و لا و يا نيل و يا انا الشمر شاف خوتي طاحا و يا علي يا علي يا علي يا ابو يا ايه يا ايه يا ايه الشمر شاف خوتي طاحا و يا انا و يا انا يا ايه 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 ومحسين وشكراً لبغداد واحتضنوا هاي الشباب بالخدمة المخلصين اللي حقيقةً اليوم كانت الحلقة متميزة عن باقي الحلقات بالآداء بالارتكاز بالألحان بالكلام بكل شيء كل هما قصروا وكل المحافظات جزاكم الله خير جزايا أشكركم وإن شاء الله دائماً في قمة الإبداع مشاركتك في أطوار ومقامات يا حبيبي ملة عصام لك وملة محمد كذلك لك وإجواد الكنان يا حبيبي الله يحفظكم هذه الذكرة تبقى أنه لك مشاركة وأنت كذلك سيد محسين لك المشاركة في برنامج أطوار ومقامات والهدف من برنامج أطوار ومقامات الله شاهد علي أنه أظهار خدمة الحسين المخلصين المظلومين أظهرهم للشاشة فقط ما عندي أي غاية وأحب أسمع الأصوات الجميلة جزاكم الله خير الجزاء الله يحفظكم إن شاء الله كل اثنين نحن راح تكون عندنا محافظة في خدمة خدام الحسين وأتمنى أن أكون خادم لخدمة الحسين هذا اللي نقدر نقدمه إن شاء الله كل اثنين بعد همتكم أهل بغداد للتعليق لرابط اليوتيوب أقولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر